السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزانة الله بالصف الثالث الإعدادي ومع درس جديد والنهاردة معدنا مع كتاب المعاصر ومراجعة نهائية هنحل النهاردة الامتحان كام إلى 12 طبعا إن شاء الله بنحل في كتاب جيم وكتاب المعاصر ومراجعة نهائية فوصلنا لحد الامتحان إلى 12 فكل كتاب من دول وبنكمله مع بعض إن شاء الله ويا ريتوا إنا في تعليقات عايزين امتحان واحد كل مرة ولا امتحانين أو 3 ونبدأ أول سؤال سؤال داله باقع إما بتشتري لما حل الملابس فإما بتقول أنا أدور على بلوزر اللون اللي تتفضليه قلت له عندنا أعزان الأزرق أو أي لون يعجبك أنت بص على اللون ده لها سؤال قلت له يبقى لها هل تحب اللون ده سألت سؤال لها يبقى لها على مكان يبقى مناسبة جداً لها مقاسي يعني كم سعرها يقول سعرها مناسب مثلاً ممكن تلفدي البلوزرية طبعاً لها آآ سؤال التاني هو سؤال بنترجم الكلمات اللي فوق الأول يا شباب وبنعرف معناها إيه وبعدين نبدأ نقرأ اللي بده هنا وبعدين نكمل طبعاً بيتكلم هنا سيدة بتقول أنا حاسة أن أنا مرهقة جداً وعايز راحة I have already طبعاً have بعدها تصريف الثالث يبقى cleaned all my flat نضفت الشقة كلها Have you done all the housework alone هل عمرك قبل كده عملت كل الأعمال المنزلية لوحدك يبقى have you ever I have worked five hours قبل المدة ديت كلمة A4 لمدة I have worked four five hours without without taking a rest بدون أغز راحة قلي بالك without بيجي بعدها I N G sweeping, cleaning, untiding, everything in the flat خمس ساعات بك نص وبعمل ساحة وبنظف يعني وبروأ كل شيء في الشقة I used to help my mother who has a bad كنت بساعد أمي اللي هي كانت إيه عندها برد جديد نروح على القطعة سارا is 12 years old girl who lives in the city with her parents سارا بنت عندها 12 عام تعيش في المدينة مع الوالدين she is very interested in the stars in the sky and likes to find consultations at night هي مهتمة جدا بدراسة النجوم في السماء ودايما بتحاول تجد مجموعة من الكواكب الليل she says her favorite is a great beer المجموعة اللي هي بتحبها جدا اسمها موعة الدب الدب الأكبر يعني because she thinks it's very cute شايفاني شكلها لطيف one night she was visiting her grandparents house in the country في أحد الليالي كان بتزور منزل الجدة والجدة في الريف she looked up at the sky but was surprised to see that there were so many stars كانت في الريف تنظر في السماء بالليل كالعادة يعني لكنها كانت مندهشة جدا شافت عدد كبير جدا من النجوم على غير العادة اللي هي بتشوفها فين في المدينة she had never seen that many in the city before لم ترى هذا العدد الكبير من النجوم في المدينة من قبل Sarah asked her father why there were so many stars in the country Sarah تسأل الأب أو سألته ليه ما موجود هنا في الريف من وجوب أكتر بكتير من المدينة but so little in the city والمدينة فيها نجوم أقل her father said that's the number of stars in the country and in the city was the same لها إن عدد النجوم في المدينة أو في الريف هو نفس العدد but it was hard to see them in the city بس صعب تشوف العدد الكبير في المدينة المدينة ملينا أضواء مبهجة كبيرة جدا بتغطي على رؤية النجوم هي طبعا في أضواء كبيرة يا شباب وكمان في تلوث أكتر في المدينة طبعا سارة بتقول إن هي قارفة خداص هي ليه مش قادرة تشوف مجموعة النجوم أو الكواكب اللي متعودة تشوفها فين الكتاب بتاعها يعني طبعا في المدينة بسبب وجود الأضواء أو التلوث يعني لكن سارة وعدت نفسها هتزور الجدة والجدة في الريف كل صيف من هنا ورائح يعني تعالي نشوف السؤال الأول قلنا كيوت شكل لطيف طبعا قلنا عندنا شافت نجوم أكتر في الريف الفكرة الرئيسية في قطع ايه إن عدد النجوم سواء في الريف أو في المدينة ثابت لكن الرؤية هي المختلفة يبقى عندنا هل تعتقد سارة هتحوز على الوعد اللي هي وعدتها لنفسها قلنا مهتمة جدا بمرقبة النجوم لخص أول براجراف في القطع دي نقوم لوحدة طبعا نتكلم على شغف سارة بمرقبة النجوم في السماء فقلنا عندنا نضيف لاحقة في آخر الكلام يعني عشان نخلي كلمة دارك مظلم نخليها ناون الظلام اسمها دارك نس عكس كلمة يحي إنه تجاهل شخص لما يشوفه يبقى شخص بيدفع فلوس عشان يعيش في منزل لو المستأجر يعني اسمه تننت طبعا بسنجر يعني مسافر أوفر يعني مؤلف اثليت اللاعب الرياضي عشان نجيب عكس كلمة لا هو شيء مفرح أو صار بنضيف لها بعدها اسمها إيه هي هي أرادت أن تحضر المؤتمر لكنها لم تحصل على أي دعوة مراضف لمعنى وايد واسع يعني لار روح على سؤال كلمة بوث تاخد إيه معها كلمة هي تأتي في الجملة المضارعة التام المنفية آخر المضارعة المنفية والمضارعة التام بيتكون من هاز وهاب وفي النفي هافنت وهازنت وتصريف تالت هي مفرد يبقى هي هازنت وان لم يكسب أي جائزة حتى الآن فصلق الجبال شيء متعب مش هو اللي تعبان لا ده هو متعب بيتعب الاخرين يعني فالصفة اسمها حمزة بيجي بعدها تم مصدر يبقى حمزة قدر يصلح اللعبة بتاعته لوحده عن ثمان سنين بتسوي قاعدة بعدها جباب فاعل معنى الجملة القطر وصل بينما كانوا ينتظروا بعد كده في براجراف قصة مغامرات تقريطها كنا قبل كده اسمعنا عن قصة اسمها قصة شخص فقد في البحر يعني وعاش عاجزينها لوحده فترة كبيرة وكان في مغامرات عملها تعال عندنا نشوف كده اتنا القراءة مهمة جدا في حياتنا أعطي أفكار جديدة وتوسع مداركة او تفكيري أحب أقرأ قطب قصة انجليزية في وقت فراغي أحب قصة المغامرات أحب قصة المغامرات قصة المغامرات قصة المغامرات قصة المغامرات سفنتو غرقت هناك كلمة ذي كانوا بحرف المحيط قدر يصل إلى جزيرة كانش لسه في ناس على الجزيرة دا قدر حتير يجب أن يتزول عليها عالجزيرة الواحدة وعشرين سنة وقصة المغامرات عالجزيرة واجهة مشفيرة جدا قدر يتزول عليها قبل الناس جيدين ناس سيئين أثناء مغامراته قدر يتزول عليها بعد ذلك مغامرات قدر يعود إلى موطرة في انجلترا قدر يتزول عليها القصة. دايما لما اكتب اي تقييم لقصة قلتها. احداث والشخصيات والافكار. انا حبيت القصة جدا. وبرشحها المين? لا اصدقاء. كده يا شاب الحمد لله. خلصنا الامتحان الاثماشر وان شاء الله هننزل كل يوم امتحان او اتنين او تلاتة من المراجعة النهائية. يا رب يكون الفيديو هدي مفيدة لكم. اتمنى توفير الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.